أكد وزير الخارجية سيمح شكري أن المباحثات مع ناظره الفرنسي ستيفان سيجورني تترقت إلى الأوضاع والحرب الدائرة في غزة وخلال مؤتمر صحفي مشترك أوضح شكري أن اللقاء تترق كذلك إلى التأكيد على أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار ودخول المساعدات والرفض التام للتهجير والممارسات المستمرة في الضفة وغزة تدرقنا بالتأكيد إلى الأوضاع والحرب الدائرة في غزة للتأكيد على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار دخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة المنع التام والرفض التام للتهجير سواء تصفية للقضية الفلسطينية أو الإلقاء عبء على الآخرين سواء فيما يتعلق بغزة أو بالضفة ممارسات المستمرة الإسرائيلية العسكرية في غزة والضفة وبعد التهجير الشعب الفلسطيني في غزة من الشمال والوسط إلى الجنوب الأضرار الضخمة التي قد تلحق بالمدنيين في استمرار الاستهداف العسكري لجنوب غزة ترجمة نانسي قنقر